ترأس الوزير الأول سيد محمد البلال مسعود اليوم بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة التحضير للدخول المدرسي ومتابعة تطبيق إصلاح المنظومة التربوية للسنة الثانية من المدرسة الجمهورية وخلال الاجتماع تم الاستماع لعروض تتعلق بالتحضير للدخول المدرسي 2023-2024 والخطط التنفيذية للسنة الثانية من إصلاح التعليم وإرساء المدرسة الجمهورية من طرف القطاعات الوزارية المتدخلة في ميدان إصلاح التعليم وكذلك أرضا في مجال التعليم قبل المدرسي استعرضت من خلاله الجهود المبذولة من أجل إطلاق برنامج وطني موحد للتعليم ما قبل المدرسي وخطوطه العريضة من أجل إرساء منظومة تربوية للمرحلة ما قبل التعليم المدرسي التي تؤسس الإصلاح المتناغم للمنظومة التربوية وبعد النقاش والمداولة جدد معالي الوزير الأول تعليماته بضرورة تحسين جودة التعليم من خلال الإشراف والمتابعة للمحتوى التربوي وللأطقم المشرفة على تدريسه مطالبا للقطاعات المنفذة بتسريع وتراتي تسليم المدارس المبرمجة 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 دخولها حيز الخدمة ضمن العام الدراسي 2023-2024 حتى تكون جائزة للاجتتاح المدرسي وأكد الوزير الأول على ضرورة إشراك كافة أفراد الأسرة التعليمية من أجل إرساء جودة التعليم في بلادنا من خلال تضافر الجهود من طرف مختلف القطاعات الحكومية المتدخلة اشتركوا في القناة